اشتركوا في القناة وفيها ثلاثة قبور أصغر وعوسط وأكبر وكلها مقصصة ومرتفعة مرتفعة ولبست بالقماش الأخضر الكاخر وعند القبر الأكبر شابه في العشرينات ساجد بين يدي القبر هذا عنعنع فانتظرت أن يرفع رأسه لعل ننصحه فلم يرفع رأسه أبدا حتى طال المقام بنا فتركنا وذهبنا إلى مركز الإدارة فطلبت منهم وكنا قبول غروب الشمس أن ألقي كلمة في المسجد فقالوا نعمل مشورة مشورة هل تلقي كلمة علما أن عنده هناك حجية يعني تتكلم بالشرك وتتكلم بالكفر وتتكلم بالتوحيد ما أحد ينكر عليه فذهبوا الغرفة من عاجل عمل المشورة فقلت لأصحابي لن أتكلم لن ألقي كلمة واحدة وسترون كيف؟ قلت ياكم العلم لأنهم رأونا لما رأينا القبور والسجود ورجعنا يعلمون أن يستتكلم عن أيش عن التوحيد وعن القبور ثم قاءونا وقالوا وعقد المشورة ورأى والجماعة أنك لا تتكلم لا مشينا والله ما صلينا ولا يصلى في مسجد واصلنا وما تكلمت منعونا من الكلام عن التوحيد في هذا مسجد الذي يسجد هذا الشاب بين يدي القبر نعم قال التاسعة أن مواسس هذه الجماعات يؤمن بالكشف نعم ينتشر عندهم تنتشر عندهم القلوس عند رؤوس عند المقابر هذا يعني ينتشر عند جميع الصوفية لكن هؤلاء عندهم بكثرة حتى صاحبنا الذي يقول القلوس عند رأس القبر من العشاء إلى الفجر من عقل تنزل يقول عليك فيضات روحانية والمسكين قال نعم لكن مثل ما ذكرت لكم فهذه عقيدة عندهم والظاهر والله أعلم أن الشيطان ينزل ويعطيهم معلومات ويعطيهم صور ويعطيهم الشياء ويمنيهم من عجل أن يستغرقوا في هذا الشرك نعم ترجمة نانسي قنقر